أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي العلاقات الأخوية الممتدة ووحدة المصير التي تربط مصر وليبيا وخلال لقاء عقده مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على هامش مراسم تنصيب الرئيس الرواندي في كيجالي أكد عبد العاطي موقف مصر التابت الداعم لمصاري الحل الليبي الليبي مشددا على مواصرة القاهرة لدعمها لدور المؤسسات الوطنية الليبية وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتزامن وذلك في أقرب وقته من جانبها أشهد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالجهود المصرية البناء والدعم لاستقرار ليبيا ومتنيا على ما تطلع به القاهرة من دور محورية لحل حالة الأزمة الليبية